سؤال الأول في هذه الحلقة من سائل كريم يقول أملك محطة بنزين نبيع الكحل كجزء من العمل ليس عملاً رئيسي بطبيعة الحال لكنه جزء من العمل لكن أخذ أرباحي من الكحل وأرسلها إلى الفقراء والمساكين من وراء البحار هل تصرفي هذا جائز؟ وهل هذا يطيب لي عملي في بيع الكحل باعتبار تخلصي من دخلي منها وإعانتي به للمأزومين والمحويل في باكستان أو في غيرها من بلاد الله الواسعة الجواب عن هذا يا رعاك الله أولاً نؤكد أن الخمر من المحرمات وأنها من الكبائر من أغلظها وأفحشها وأن مجمن الخمر إن ما تلقي الله كعابد وثن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعن في الخمر عشرة لعن الخمر بعينها ولعن عاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها لكن يبقى النظر بعد هذا في عموم البلوة وأحوال المغتربين خارج ديار المسلمين إن كنت لست مالكاً لهذا المشروع لكنك عامل فيه موظف عند صاحبه ولست من صناع القرار وليس لك من الأمر من شيء وكان الحرام في هذه المحطة أو في هذا المحل يسيراً قليلاً تابعاً بالمقارنة إلى مجموع المبيعات وكنت محتاجاً إلى هذا العمل وليس لديك بديل مناسب في الوقت الحاضر أرد أن تسعك مرحلياً الرخصة المؤقتة على أن تتخلص مما يقابل دخلك من هذا الشوب المحرم توجفه إلى المصارف العامة إلى المأزومين والمنكمين وراء البحار أو في أي مكان آخر في العالم سواء في البلدة التي ذكرت أم في غيرها ويبقى أن التجارة في الخمر من المحرمات وأن التخلص من دخلها لا يطيبها إنما هي محاولة مبدئية لتقليل الإثم والتخفف من التبعة في حدود المقدور والممكن والمتاح وتظل عيناك مفتوحتين التماساً للبديل المشروع الذي يكون أنقى لكسبك يا بني وأرضى لربك وأسأل الله جل جلاله أن يحملك في أحمد الأمور عنده وأرشدها وأحسنها عاقبة إنه ولي ذلك والقادر عليه أنا أفرق مرة أخرى أفرق بين مالك المحطة الذي يملك قرارها ينبغي أن يسعى الجاهداً إلى التخلص من هذا إلا إذا كان مالكاً لها ضمن منظومة وسلسلة من المحطات الكبرى وهو مالك جزء نسبي في عقد إذعان لا يملك تغيير ملامحه ولا تغيير بنوده هذا ينطبق عليه الجزء الثاني من الترخص أيب شأنه شأن العامل أيضاً الذي لا يملك من الأمر من شيء الخلاصة إن كنت صاحب قرار تخلص من الخمر إن لم تكن صاحب قرار تخلص من دخلها بارك الله فيك وابقى على أمل التطلع إلى التخلص من هذا المشروب الخبيث بالكلية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وذكر القول الله تعالى قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون